أمطار وفيضانات وصيول جارفة تجداح العراق تسببت منهيار عشرات المنازل والجسور والطرق وانقطاع الخدمات عزها مراقبون محليون إلى الفساد الحكومي المستشري وتردل بين التحتية وانهيار مجاري صرف البيئة قطول الأمطار الغزيرة بعدد من المحافظات العراقية وفتح السدود الترابية أمام الصيول القادمة من إيران أدى إلى شلل أغلب مناح الحياة ففي بغداد أغرقت الأمطار المنازل وأغلقت طرقا وأنفاقا وتسببت من قطاع الكهرباء عن عدد من الأحياء فضلا عن تعذر وصول الموظفين لأعمالهم والطلاب إلى مدارسهم في الموصل التي لم تتعافى بعض من فاجعة العبارة لتغرق الأمطار شوارعها وتغلق أسواقها بعد غرق المحال التجارية فالمدينة تعاني من ترد كبير بالقطاع الخدمي نتيجة الدمار الذي لحق بالبنى التحتية خلال العمليات العسكرية الأخيرة صلاح الدين وواسط وكركوك وميسان وديالة التي أعلنت الحكومة الحالية حالة الطوارئ فيها تعرضت إلى الأمطار والصيول التي خلفت أضرارا كبيرة بالمنازل الأمر الذي دفع بعشرات العوائل للنزوح بعد أن عجزت البلديات والدفاع المدني عن السيطرة والتقليل من حدة الأزمة مكتب حقوق الإنسان في محافظة ديالة أعرب عن قلاقه البالغ من أن تتسبب السيول الجارفة في نقل ما سماها حقول الموت صوب الأهالي في إشارة إلى الحدود مع إيران المليئة بحقول كبيرة من الألغام المتركة منذ الحرب العراقية الإيرانية هذا وتعاني معظم المحافظات العراقية جراء الأزمة التي تعيشها البلاد إلى جانب تفشي الفساد تضررا كبيرا في بناها التحتية على الرغم من الميزانية المالية الكبيرة